وفي بعض المشروعات كمان هنبص عليها بعد هذه السلايد على المشروعات اللي عملناها في المحافظات هذا الكلام مش مجرد كلام نظري ده تحول كمان لأرض الواقع طيب نشوف أرض الواقع يعني هنا عندنا مشروعات تم إثناء وداء برضو في نفس العام نبدأ من فوق يعني زي محرك مثلا محافظة الفيوم شتلاقي في محافظة في مصر ما تم اشترح فيها مشروع جديد السنة اللي فاتت وفي مشروعات تم ترحاها الحمد لله خلال الشهر اللي فات وفي مشروعات كمان بعد واحد سبعة اللي جاي في سنة المالية جديدة يعني عندنا هنا مثالين فيوم ودميات عندنا أكتر بالمثال يعني في الفيوم عندنا يوسف الصديق دي مستشفى 200 سرير بحوالي 1-3-10 مليار حتى البحيرة فيها مستشفى حوش عيسى في بني سويف في مستشفى ناصر في دوميات مستشفى فراسكور في المنوفية مستشفى أشمون في بني سويف مستشفى بيبة في الشرقية مستشفى أبو كبير دي مستشفى 180 سرير كمان الستايد اللي بعدها فيه البحيرة في أبو حمص وهكذا ففي بول حرك فيه 15 مشروع حتى شمال سينة حتى الوادي الجديد طب أنا هنا هسأل سؤال أنا كمواطن يعني أنا لما بشوف ده الفيوم البحيرة بني سويف دوميات المنوفية بني سويف وغيرها والشرقية أنا هنا وأنا في المحافظات دي مش محتاجة روح القاهر أو محتاجة روح المنصور أو اسكندرية بالضبط الفترة اللي جاية هيبقى الخدمات الصحية وده فكرة تأمين الصحي الشامل تأمين الصحي الشامل بيقوله حرك إيه إن حرك عندك حاجة اسمها وحدة صحية قريبا من مكان سكنك اللي هو القرية اللي هي معظم أهلية وموجودين فيها بياخد الخدمة مباشرة 70-80% من اللي هو محتاجه بيوجود موجود في الوحدة الصحية طيب الوحدة الصحية لقيت إن المريض أو المواطن محتاجي يتحول إلى مستشفى فبيتهم يتحول إلى أعرب مستشفى زي اللي هي مشروعات اللي تبقى قريبة للنطاق الجغرافي بتاعنا في القصة دي طيب هنشوف اللي بعده زي ما أحرك ما فيش محافظة في مصر في المنوفية مثلا بنعم مشروع مهم جدا اسمه أورام منوف زي ما أحرك عارفة إحنا الوزارة ما بنعملش مصرفة عامة بس بنعمل كمان مراكز أورام ومراكز أورام بالنسبة لنا هي مشروعات يعني بالنسبة لنا مميزة جدا ليه أولا بنبقى خدمة واحدة في المحافظة كلها ما بنعملش أكتر من مركز أورام بيبقى هو واحد مركزي بيبقى فيه عدد أسرة كبيرة جدا بيبقى فيه كمان بيخف الضغط على أهلنا يعني المنوفية ما فيهاش مركز أورام خاص بوزارة الصحة فاللود عليه كبير جدا فأهلنا هناك بيضطر يسافر لطنطا بيصار يسافر للقاهرة لا إحنا النهاردة لو المشروع ده خلص بإذن الله خلال الثلاثين الجايين مش هنضطر أن حد يتحمل يعني إذا مشروع الأورام ده قدامه سنتين كل هذه المشروعات قدامنا من 18 إلى 24 شهر بإذن الله لأن في حاجات بدأت وفي حاجات الحمد لله بتشتغل فيها بسيطة إذا ما حرج شايفها مش هتلاقي محافظة في مصر لم يتم وضع فيها حجر أساس ده مشروع واثنين وثلاثة حتى الده أهلية إذا ما حرج شايفها الشرقية تانية الشمال سين عندنا مشروعين البغداد ورمانة اللقصر في القرنة عندنا كمان أبو حمص في البحيرة زي ما حرج شايفها عندنا مشروعات كمان مهمة جدا لو حرج اسمها على المستشفى اسمها أم المصريين أم المصريين دي مستشفى عطيقة وليها تاريخ مهم جدا في مصر بنعملها مشروع كبير جدا لرفع القدرة السريرية بتاعتها ورفع كفائتها عشان تأدي وظيفتها بشكل متكامل طيب أنا كمان شايف المبالغ التقديرية دي على أي أساسية الخدمة المقدمة على أساس المشروع نفسه ككل يعني لأنها مختلفة من مكان للتين بالضبط لأن تختلف على حسب المكان وعلى حسب المساحة وعلى حسب العدد الأسر ففي بعض المستشفى 200 سرير في بعض المستشفى 300 سرير في بعض المستشفى 100 سرير فقط عشان كده الرقم هيتغير على حسب المكان هي دي تكلفة التكلفة الخاصة بالإنشاءات المبدئية